مرحبا بكم في مع المغرب من واشنطن أنا آدم إيرلي ويصرني دوما اللقاء بكم في مع المغرب من واشنطن المغرب واحد من أقدم حلفاء الولايات المتحدة فتاريخ الشراكة بين البلدين ممتد لمائتين وخمسين عاما تقريبا لأن المغرب أولى الدول التي اعترفت بالولايات المتحدة منذ استقلالها بعد أن سمحت للسفن الأمريكية بدخول الموانئ المغربية في عام 1777 وبعد أقل من عشر سنوات أي في عام 1786 وقع المغرب والولايات المتحدة معاهدة الصداقة والسلام بينهما وهي المعاهدة التي لا زالت قائمة حتى الآن والتي تعتبر أطول علاقة دبلوماسية في تاريخ الولايات المتحدة كما أن المفوضية الأمريكية في طنجا تعتبر أقدم ملكية أمريكية عامة موجودة خارج الأراضي الأمريكية واليوم تعتبر الشراكة الأمريكية المغربية أقوى من أي وقت مضى فالبلدان يتشاركان العديد من القضايا بما فيها الأمن والحرب على الإرهاب والاتجار بالبشر وحقوق الإنسان والتجارة والتعاون الإقليمي وفي عام 2006 وقع البلدان اتفاقية التجارة الحرة بينهما ومنذ أن دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ ارتفعت الصادرات المغربية للولايات المتحدة بأكثر من الضعف وارتفعت كذلك الصادرات الأمريكية للمغرب بأكثر من أربعة أضعاف اليوم تعتبر الولايات المتحدة الثالث أكبر سوق للصادرات المغربية ورابع أكبر مصدر للواردات المغربية وقد وصف وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو وصف المغرب بقوله إنه الشريك القوي والمدهش وفي لقاء مع وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطا العام الماضي أكد بومبيو مجددا أهمية علاقة الشراكة الدائمة التي تعمل على توسيع الفرص الاقتصادية وزيادة الأمن لكل البلدين لمناقشة العلاقات المغربية الأمريكية نلتق اليوم عضوا بارزا في الكونغرس الأمريكي إنه بول جوسار السيد جوسار هو عضو الكونغرس عن الدائرة الرابعة في ولاية أريزونا منذ عام 2013 وهو عضو بالكونغرس منذ عام 2011 ويعمل السيد جوسار باللجنة الفرعية للأمن القومي في مجلس النواب الخاصة بالمراقبة والإصلاح وهي اللجنة المسؤولة عن مراقبة وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عضو الكونغرس الأمريكية السيد جوسار معروف عنه أنه من أقوى الداعمين للقوى العسكرية الأمريكية ومحاربة التطرف ويؤمن بأهمية علاقات التحالف القوية مع شركاء أمريكا الدوليين مشاهدين هذه هي المرة الأولى في برنامجنا التي نلتقي فيها بعضو في الكونغرس ويشرفنا اليوم أن نلتقي السيد جوسار وقبل أن نبدأ معه النقاش أود أن أتحول إلى مرسلة البرنامج أدال نازريان أدال أحدثينا قليلا عن عضو الكونغرس جوسار وعما يقوله الأمريكيون عنه نعم آدم نحن هنا في أحد شوارع العاصمة واشنطن دي سي أريد أن أعطي نبذة بسيطة عن عضو الكونغرس جوسار عن ولاية أريزونا منذ العام 2011 رسميا سأقدم لك إجازة قصيرة عن مهنتي السيد جوسار طبيب أسنان وكان يشغل منصب رئيس جمعية طب الأسنان الأمريكية وخض المنافسة من خارج المنظومة السياسية في العام 2010 وفاز بالمقعد ونحن رأينا ميولا من الناخبين من خلال حديثنا مع الناس هنا في الشارع هم يفضلون المتنافسين من خارج المنظومة السياسية والذين لم يكونوا جزءا من النظام السياسي لفترة طويلة لهذا أعتقد أن عضو الكونغرس جوسار يعد مثالا لذلك إنه فاز رسميا في العام 2010 وأدى اليمين في العام 2011 وهو حاليا يشغل مقعد الدائرة الرابعة لولاية أريزونا بمجلس النواب هو أيضا رئيس تجمع الولايات الغربية الذي يتعامل مع الأرض والماء والهواء والقضايا البيئية الأخرى وهو يعد واحدا من الأعضاء المحافظين في الكونغرس وقد كان مشاركا في تقديم نحو ستة مشاريع قوانين وتم إقرارها كتشريعات من الرئيس دونارد ترامب والتي نالت لاستحسان ومن بينما سمعت من الناخبين في الشارع أنهم على وعي تام لاتجاه المحافظ من خلال تصويته ومواقفه ويجب أن أذكر هنا يا آدم أيضا أن النائد قوصار صافر مع الرئيس ترامب إلى أريزونا في زيارته الأخيرة وقام بزيارة الجدار الحدودي وحضر معه التجمع الانتخابي في فينيكس بأريزونا الذي شارك فيه الشباب من الحزب الجمهوري أعوذ إليك لمتابعة لقائك مع عضو الكونغرس شكرا لك يا آدم على هذه المعلومات الآن أتحول إلى عضو الكونغرس سيد جوسار سيد جوسار أعتقد أنه من دواعي سرور مشاهدين ومن دواعي سروري أيضا أن يستمع مباشرة إلى أرائك كعضو في الكونغرس أنت كعضو في اللجنة الفرعية للأمن القومي في مجلس النواب وهي اللجنة المعنية بالمراقبة والإصلاح بما يعني أنك تراقب برامج المساعدات الأمريكية وبرامج مكافحة الإرهاب والتعاون العسكري مع المغرب فهل تفضلت بالحديث عن مكونات عملية المراقبة هذه وكيف ترى مع زملائك في الكونغرس فعالية هذه البرامج ومدى أهمية المغرب كشريك أمني للولايات المتحدة أشكرك جزيل الشكر أتيحت لي فرصة زيارة المغرب في عام 2013 وكانت تجربة رائعة بالنسبة لي نحن ننظر إلى برامج التعاون هذه على أنها ركن أساسي في العلاقات الدبلوماسية بحيث نضمن أن تساعد على إحلال الاستقرار والأمن ولدينا أيضا آلية للرقابة بمعنى ضمان أننا نتعامل مع حكومات تهتم بقضيان الأمنية فنحن نكافئ من يساعدوننا في المجالات الأمنية والتجارية ويرغبون في أن يكونوا شركاء لنا ومن هنا تأتي أهمية برامج التعاون ونراقب أين تصرف أموال هذه البرامج والمغرب من أفضل الدول في هذا الخصوص والمغرب من الدول الممتازة في مجال التعاون الأمني فهو نشيط للغاية في مكافحة الإرهاب وتمكنت الجهات الدينية والتعليمية في المغرب من منع انتشار الأفكار المتشددة وساعدت على نشر التسامح الديني الذي كنت أنادي به دائما والمغرب بتاريخه الكبير وموقعه الاستراتيجي عالميا يجعل منه شريكا لا مثيل له بالنسبة للولايات المتحدة من دواعي صرورنا حقا أن نسمع مثل هذا الكلام منك سيد دوسر وقد ذكرت هنا نقطتين الأولى كونك عضو في الكونغرس والمسؤول عن تخصيص الأموال وتضعون أولوية قصوى للدول التي تعمل معنا وتدعمنا وتدير برامج العلاقات معنا بشكل جيد والنقطة الثانية هي أنك قلت أن المغرب يعتبر واحدة من هذه الدول ومن القضايا التي تهتم بها أنت شخصيا وتكرس وقتك من أجلها وهي أيضا القضايا التي توليها القيادة المغربية أهمية خاصة قضية محاربة التطرف فالولايات المتحدة والمغرب بل والشرق الأوسط ككل لديهم مشكلة في التعامل مع بعض مواطنيهم الذين يؤمنون بأن حل المشكلات لا يكون من خلال لا يكون إلا من خلال العنف ضد من لا يتفقون معهم في الرأي وكما قلت فإن المغرب عنده عدة مبادرات لتعليم وتوجيه مواطنيه بعدم جدوى أو فائدة مثل هذا التوجه المتطرف أريد أن أعرف وجهة نظرك ما هي التهديدات التي تواجه المجتمعات الحرة مثلنا وما هي أفضل وسيلة للتعامل معها المغرب يتعاون أمنيا مع الولايات المتحدة من خلال عدد من الشراكات الدولية مثل مكافحة الإرهاب جنوب الصحراء مجموعة عمل رصد أموال الإرهاب في شمال إفريقيا والشرق الأوسط والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والإئتلاف الدولي لمحاربة تنظيم داعش ومكافحة الإرهاب تتطلب المواجهة على الصعيد الفكري وأيضا تجفيف منابع التمويل له ولهذا السبب فإن الولايات المتحدة والمغرب حريصان على التعاون المشترك فيما بينهما إذ لا يمكنك النأي بالنفس عن هذه المواجهة وأعتقد أن النجاح الذي تحقق في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف مرده إلى التعاون الدولي الكبير في هذا الأمر أكيد أكيد أنت محق لقد أصبت موضوع آخر أعلم أنك مهتم به كثيرا وهو العلاقة الأمريكية مع إسرائيل وأمنها عفوا يخبرونني في الكنترول أنه يجب أن نذهب إلى فاصل قصير وبعد أن نعود من الفاصل سوف نتحدث عن إسرائيل والفلسطينيين ومواضيع أخرى في السياسة الخارجية الأمريكية وكذلك عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة إذن مشاهدين الكرام أرجو أن تبقوا معنا لدينا ضيف مميز سنعود بعد الفاصل أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في مع المغرب من واشنطن ضيفنا اليوم هو عضو الكونغرس بول جوسر العضو عن الدائرة الرابعة في ولاية أريزونا والذي سبق له زيارة المارب في عام 2013 وقد شارك مؤخرا الرئيس ترامب حملته الانتخابية وهذا الجانب سننقشه لاحقا دعنا الآن سيد جوسر نواصل الحديث عن السياسة الخارجية الأمريكية وأهمية إسرائيل للولايات المتحدة ولك أنت شخصيا وأريد هنا أن أربط ذلك بالمغرب بدرجة أو بأخرى فما يميز المغرب في هذه النقطة تحديدا وكما قلت أنت أنه بلد فريد جغرافيا وسياسيا فمنقعه على الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا أعطاه علاقات مميزة مع باقي دول الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا المغرب أيضا ملتقى حضارات متنوعة لذا يعيش فيه جنبا إلى جنب المسلمون والمسيحيون واليهود وهذا ما جعل من المغرب مركزا للتسامح والانفتاح المجتمع اليهودي في المغرب يعتبر أيضا أقدم وأكبر مجتمع يهودي في المنطقة العربية وبسبب هذا لعب المغرب دورا تاريخيا في تسهيل اتفاقات السلام بين الإسرائيليين والعرب وأنت من المهتمين بكل هذه القضايا كما أعرف أريد أن أعرف منك آخر تطورات ما صار عملية السلام هذا أولا وثانيا ما الذي يمكن أن يلعبه المغرب في هذا الصدد كونه دولة داعمة لعملية السلام وضع رئيس ترامب خطة لعملية السلام لكن هناك مشكلة في التنفيذ بسبب عدم استقرار الداخل الإسرائيلي ثلاثة انتخابات لكي يكون هناك رئيس وزراء قادر على أداء مهامه وبذلك لا يمكن أن تتعاطى مع مفاوضات السلام بهذا التعقيد والتفاعلات الإسرائيلية الداخلية غير مستقرة والمغرب لطالما نادى بالتسامح ومفهوم التعايش السلمي مرتبط بالأديان التي تشارك حتى الأضرحة ولا يوجد سبب لماذا لا يمكن أن يتسامح الناس فيما بينهم وما يمكن أن يقدمه المغرب هو نموذج التعايش المشترك بين العرب المسلمين والمسيحيين واليهود لماذا لا يمكن تكرار التجربة هنا وطالما سرنا الخطوة الأولى في هذا الاتجاه فإن الخطوات التالية ستأتي لا محالة وتتحول الأمور الأخرى إلى تفاصيل أقل أهمية المشكلة أن التطرف يولد عدم التسامح وهذا يحدث في كل مكان ليس فقط في إسرائيل أو الشرق الأوسط ولكن في شوارعنا حتى هنا في الولايات المتحدة عندك حق تماما فالكل يعتقد أن الولايات المتحدة مختلفة عن باقي دول العالم ولكن الحقيقة هي أننا نتعلم من الآخرين أكثر بما اعتقدون من القضايا الأخرى التي يهتم بها كل مغربي هي قضية الصحراء التي تعتبر من أقدم القضايا العالمية التي لا زالت عالقة بلا حل رغم مرور عقود من محاولة حلها فهناك جبهة البوليساريو الماركسية التي تواصل العمل لمنع تنفيذ خطة المغرب المتعلقة بالحكم الذاتي وهي الجبهة المدعومة من الجزائر وإيران وكوبا وفنزويلا التي تعمل جميعها على منع أي حل سلمي يتم من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية الأخرى فكيف ترى هذه المشكلة من وجهة نظرك؟ خاصة ما يتعلق بالأعمال التي تطلع بها أنظمة وحركات متشددة تنتهك القوانين الدولية كيف تتعامل مع هذه المشكلة؟ هذا سؤال صعب وقد لحظنا هذا العجزة الأممية مثلا خلال جائحة كورونا بقصور عمل منظمة الصحة العالمية بنفس المنطق أنظر إلى مشكلة الصحراء لم تندد الإدارة الأمريكية السابقة بالبوليساريو وما يجب أن يفعله الرئيس ترامب ووزير الخارجية بومفيو هو التنديد بالبوليساريو التي تنتهج فكرا ماركسيا وبعدها ستتوالى الردود الفعل لأنك لا يمكن أن تبقى محايدا إما أن تكون مع هذا الطرف أو ذاك انظر ماذا مثلا فعلت الولايات المتحدة حيال إيران أوقفت التطفقات المالية لطهران وفرضت حصارا تجاريا ألحق ضررا بالاقتصاد الإيراني وكان الطيران الأمريكي يحلق فوق رؤوس الإيرانيين تذكر عندما قصف الإيرانيون ناقلة نفط في الخليج كانت الطيرات الأمريكية في السماء جاهزة للرد ولم تلتقتها الرادرات الإيرانية ليدركوا أنهم لا يعرفون كل شيء كما يعتقدون وبنفس المنطق فإن القول يجب أن يرتبط بالفعل وبالتحرك على الأرض فعلينا أن نضمن وجود المساءلة لقد قلت شيئا فعلا هزني للغاية وهو المتعلق برأي وزير الخارجية مايك بومبيو والرئيس ترامب وصف الأمور كما هي عليه فالأبيض أبيض والأسود أسود وأنه قد حان الوقت لوصف جبهة البوليساريو كما هي كحركة ماركسية متطرفة لا تعكس إرادة المجتمع الدولي ولا تعكس إرادة شعب الصحراء وسيحدث هذا قريبا إن شاء الله تحدثت كثيرا عن إيران وكيف أن الرئيس ترامب ضاق ذرعا بها وكما تعلم فإن المغرب قطع علاقاته مع إيران في عام 2018 أي قبل نحو عامين من الآن لأن إيران تمول جبهة البوليساريو من خلال سفارتها في الجزائر وتستخدم أيضا حزب الله كذراع لها في شمال أفريقيا ولي هنا سؤالان في الحقيقة كيف نجابه التأثير الإيراني في شمال أفريقيا والسؤال الثاني هل تعتقد أن العقوبات ضد إيران كافية؟ تؤتي العقوبات ثمارها عندما يدعمها الجميع ليس فقط من جانب الولايات المتحدة ولكن أيضا لاتحاد الأوروبي والدول الأخرى وأفضل شيء للمواجهة هو إثبات الوجود فإذا لم تقف الولايات المتحدة للدفاع عن الحريات والحقوق والتسامح فإن دولا أخرى مثل كوبا وفينزويلا والصين ستحاول فرض أيدولوجيتها للشراكية والصين الآن تستغل مشروع الحزام والطريق للسيطرة على التجارة العالمية وفرص للسثمار في دول النامية وبناء على ذلك فإن الولايات المتحدة يجب أن تظهر على الساحة ليس لفرض رؤيتها ولكن للتعاون مع الآخرين فمخرجات العمل الجماعي تفوق في حجمها مجموع الجهود الفردية أريد هنا أن أسألك سؤالا فالبعض يعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تنسحب من المسرح الدولي وأصبحت تمارس دورا أقل في المجتمع الدولي مما اعتدنا أن نراها عليه كقوة فاعلة في الصدارة ما رأيك في هذه القضية؟ أعتقد أن الولايات المتحدة تعيد حساباتها وكما قلت سابقا فهي تراقب كما أفعل مع كثير من زملائي أن تصرف الأموال لضمان أنها تذهب إلى الجهات التي تفكر مثلنا وتتبنى سياساتنا وتعمل وتتعاون معنا وأولئك الذين لا يودون ذلك لن يحصروا على دعمنا وبذلك فإننا نبحث عن أكثر الأهداف تأثيرا على مستوى الإقليم ففي جنوب المحيط الهادي نتعاون مع فيتنام وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية ونهاجم الصين أحيانا نتعاون معها في محاولة لثانيها عن سياساتها التوسعية باتباع سياسة العصى والجزرة وهناك بعض المناطق التي تراجع فيها نفوذنا لا محالة ولكن هذا في مقابل تركيز جهودنا في أماكن أخرى أكثر احتياجا لها نعم تقصد أنها تؤدي دورها بالذكاء بغض النظر عن كم هذه الأدوار مشاهدين الكرام بعد فاصل قصير سنعاود اللقاء مع عضو الكونغرس الأمريكي بول جوسر لنكمل الحوار عما يجري داخل الكونغرس الأمريكي وأيضا عن الانتخابات الأمريكية القادمة ابقوا معنا أهلا بكم مجددا مشاهدين في مع المغرب من واشنطن أنا أدن أرلي وضيفنا في هذه الحلقة هو عضو الكونغرس بول جوسر بعد أن تحدثنا عن السياسة الخارجية الأمريكية سنركز الآن على ما يدور في داخل الولايات المتحدة نسأل ضيفنا عضو الكونغرس السيد جوسر عما يدور داخل الكونغرس فالكثير من الحكومات الأجنبية تمارس ضغوطا على الكونغرس من خلال جماعات الضغط الدائمة لها والمعرفة باسم اللوبي وهذا أمر تتفرد به أمريكا لذا ربما لا يكون مفهوما بما فيه الكفاية في الخارج فكيف تعمل جماعات الضغط هذه؟ وهل هي فاعلة؟ ولنأخذ مثالا حيا حتى نستطيع فهم الأمور وهو مثال قضية الصحراء فعدد من الأعضاء الجمهوريين بمن فيهم أن توقعوا خطابا مؤيدا لخطة المغرب الخاصة بالحكم الذاتي في الصحراء فكيف تعملتم وتفاهمتم حول هذه القضية؟ وما الذي دفعكم لتوقيع مثل هذا الخطاب؟ هو أمر مثير فما تقوم به جماعات الضغط بمثابة رفع الوعي بقضية ما فالخلفيات العلمية والخبرات الحياتية لأعضاء الكونغرس مختلفة فأنا طبيب أسنان كما ذكرت أنت في المقدمة ولم يكن لدي في السابق خبرة كبيرة بالشؤون الدولية ولكن لا يعني هذا أني غير قادر على التعلم واكتساب المعرفة والجميل في جماعات الضغط أنك قد تطالع على معلومات جديدة ولديك الفرصة لتسأل ما هو المميز في القضية؟ أجبني بمتى وكيف ولماذا؟ وكأنك تقرأ الأحداث بتسلسل زمني أعطني وثائق يمكن أن أطلع عليها وأرجعها وقل لي ما هي المشكلة بالضبط؟ وما هي الحلول التي أستطيع تسهيلها؟ وأنا مؤمن بأن من يحدد هدفا بدقة ويسعى للوصول له سينجح لا محالة ومن هذا المنطلق فإني أنصت للقضايع مع فريق مكتب رائع الذي يصبه البعض بأنه لا مثيل له في ثلاثين عاماً الماضية في نشاطه وأعضاؤه يمثلون جميع مناطق العالم وننصط لما تقوله جماعات الضغط فمثلاً بالنسبة لقضية الصحراء هناك أكثر من لاعب دول في هذه القضية ننظر إلى تاريخها من المستفيد من بقاء الوضع على ما هو عليه؟ من الذي يرغب في الانفصال ويحدث الفوضى التي تفشل في كل أنحاء العالم؟ من المهم أنك أتيت على ذكر التجارة الحرة ومجلس الأمن وهذا يجعلني أعيد الحديث عن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين أمريكا والمغرب في عام 2006 وهي الاتفاقية الوحيدة من نوعها لأمريكا مع دولة أفريقية وهذا ما ساعد على نمو التجارة المغربية بشكل متعاظم ولكن أمريكا تواجه عدداً من التحديات في أفريقيا قادمة من دول مفترسة مثل الصين التي تستخدم الإقراض والاستثمار لإيقاع الدول الأفريقية في فخ ديون سيكون من المهم هنا أن نعرف آراءك عن قيمة اتفاقية التجارة الحرة وكيفية حمايتها من هذه الدولة المفترسة الصين التي تهدد الولايات المتحدة وشركائها ستحمي التجارة الحرة عندما تجعل الصين مسؤولة عن تصرفاتها أمامك وهذا ما يحاول الرئيس ترامب فعله في وقت حساس للغاية فقد أصيب الاقتصاد الصيني ببعض المشاكل إذ بدأنا نرى القاعدة التصنيعية تغادر الصين الأمر الثاني أنك يمكن أن تقوم بما يقومون به فكما ينشئ مشروع الحزام والطريق قواعد ومنافذ وبنى أساسية في عدة دول تصبح في نهاية المطاف مكبلة بالديون لحساب الصين فإن الولايات المتحدة الآن هي الدولة الأولى على مستوى العالم في إنتاج الطاقة والآن ليس لدينا حلفاء نسأذن منهم مثل روسيا أو فينزويلا فيمكننا توزيع الطاقة بصورة أكثر فاعلية وأقل ثمنا من أي دول أخرى كما أن نظرية الرئيس ترامب في بناء علاقات اقتصادية ثنائية بين الدول أفضل من بناء علاقات تجارية مع مجموعة من الدول من خلال اتفاقية موحدة ما يجعل البلدين يستفدان بصورة أكبر ولا تستفيد دول أخرى مجانا وهذا يقتضي حوارا مباشرا بين البلدين وهي صعبة لأن الكثير من الدول ترغب في ذلك ولكنك تبدأ بالدول استضيقة مثل المغرب الذي يعد شريكا لنا منذ أربعين سنة ولما لا نبدأ بالمغرب؟ نحن الآن في المراحل النهائية لصباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستوقض في يوم الثلاثاء الأول من شهر نوفمبر ولا يمكن أن أترك فرصة وجودك معنا قبل أن أسألك عن رأيك في الحملات الانتخابية الرئاسية في أمريكا إذ يقال الآن أن جو بايدن في المقدمة وتظهر آخر استطلاعات الرأي أنه يتقدم لرئيس ترامب بشكل كبير فما رأيك في كل هذه التطورات؟ وما الذي تبرزه؟ وما الذي تخفيه استطلاعات الرأي؟ وما الذي يجب أن يفعله الرئيس ترامب للفوز في هذه الانتخابات القادمة من وجهة نظرك؟ هذا سؤال رائع فبالنسبة لي في الانتخابات الأخيرة في ولاية أريزونا حصلت على 25% من أصوات الديمقراطيين وهذا غريب بالنسبة لجمهوري مثلي وأنا لا أتفق مع كل المبادئ الديمقراطية والجمهورية ولكني ثابت على المبادئ والمواطنون يحترمون ذلك ويحبون من يقاتل من أجلهم وهذا الرئيس لا يعرف التنازل وهو محارب بالفطرة بعض الديمقراطيين أتوا إلي وقالوا وقالوا إنهم يقولون للناخبين قرب وقت الانتخابات ما يحبون سماعه لأنهم لا يرغبون التعرض لمضايقات في العمل أو أن تتعرض عائلاتهم للخطر ولكنهم يؤيدون ما يقوله الرئيس ترامب ومع أحداث الشغب الأخيرة وتدمير الممتلكات الخاصة والعدام دعم رجال الأمن هناك طبعاً الردي والجيد في كل مكان أعتقد أن الحياة ستدب في الاقتصاد من جديد وأن الديمقراطيين ليس لديهم فرصة قوية للفوز وأن الناخبين سيختارون ترامب بفارق أكبر مما كان عليه الحال خلال الانتخابات الأخيرة يا لها من ثقة شديدة في الفوز وكلامك ذكرني باعتقاد الكثيرين في 2016 أن ترامب لن يفوز وقد فاز حينها الآن أنت على معرفة جيدة برئيس ترامب وكان معك في أريزونا وأعتقد أن مشاهدين في المغرب وغيرهم يريدون معرفة بعض المعلومات الشخصية عن الرئيس ترامب وما الذي يجعله مرشحاً قوياً في هذه المنافسة أول شيء سيلفت نظرك عندما تلتق الرئيس ترامب أنه سيشعرك بأنك شخص مميز في الغرفة التي ربما تضم ستين شخصاً ولديه ذاكرة قوية ربما لا تتخيلها ففي إحدى المناسبات كنا نتحدث في اجتماع ونظر إلي وقال أنت تقدمت بخمسة مشاريع قوانين أليس كذلك؟ وهو وفي للغاية ويتوقع المعاملة بالمثل وهو ذكي ويزن الأمور بميزان دقيق ويستمع لأراء الآخرين وأنا مبهور بطريقته في إدارة الأمور وهو شديد البأس لا يتأثر نفسياً بالانتقادات السلبية الموجهة له ولا أعرف كيف يفعل ذلك يرد على تشويه الإعلام وحملات الديمقراطيين المغرضة وحتى المعارضين داخل الحزب الجمهوري ويتابع كل ما سبق برباطة جأش ولهذا السبب يحبه الأمريكيون هو ليس من النوع الذي يسهل إخافته كلا وهذا ما يريده معارضون لقد فاض الكيلو بالأمريكيين إذا لم تقف مدافعاً بقوة عن قضياك فإنك لن تصمد أمام أي شيء وهذا ما يفعله يتحدث عن القانون الذي هو أساس الحكم في بلادنا ويجب أن يكون تطبيق القانون متساوياً في كل الحالات وانظر إلى العاصمة واشنطن دي سي التي حدثت فيها أمور غير معقولة هجوم على السفارة الأمريكية في بنغازي زيادة الضرائب فضيحة الإيميلات المسربة لهيلر كلينتون وفضائح أوكرانيا التي تورط فيها الرئيس السابق أوباما والرئيس ترامب لا يزال شامخاً في الواقع يا ضيفي عضو كونغرس بول جوسر لقد قدمت المشاهدين صورة واضحة عن كيفية إدارة الأمور في السياسة الأمريكية وكيف يفكر الأمريكيون هل يمكن أن توجه كلمة للمغاربة عن رؤية أبناء دائرتك والناس في ولاية أريزونا لهم وما هي أهمية الشراكة مع المغرب بالنسبة لك وللناس في أريزونا سكان أولاية أريزونا يحبون أن يتعرفوا على المغرب من خلال التجارب التاريخية التي مر بها والأعراق المختلفة التي تسكن فيه والعادات والأطعمة التي يحيى بها المغاربة وأيضا الطريقة التي يفكرون بها الأمريكيون ينظرون إلى المغرب على أنه شريك على الجانب الآخر من العالم لكنه كمثل الجار في الوقت نفسه الذي يرعى شؤون جاره ونحن نفعل ذلك بالمثل كلنا أعضاء مجتمع واحد صغير يحمل هما مشتركا أن يختار كل إنسان دينه كما يشاء ويعبر بحرية عن رأيه هناك وجوها ودودة على الجانب الآخر من العالم نرغب في التعرف عليها من أجمل ما سمعناه منك عضو الكونغرس جوسار أن الشريكة كالجار وأعتقد أن هذا تلخيص رائع وممتاز لعلاقتنا بالمغرب شكرا لك سيد جوسار ليس فقط لانضمامك معنا في هذه الحلقة ولكن أيضا لدعمك للمغرب ودعمك لدور الولايات المتحدة خارج حدودها دفاعا عن الحرية أشكر أيضا مراسلتنا أديل نازريان التي قدمت معلومات مفيدة عن عضو الكونغرس بولغرسار والشكر موصول لكم بطبيعة الحال مشاهدين الكرام وإلى اللقاء اشتركوا في القناة